أغرب عشر أكلات في العالم 1- الأخطبوط الحي يؤكل في كوريا حيث يتم تقطيع الأخطبوط ووضعه في الزيت وإضافة السمسم له لإعداد طبق الأخطبوط الحي واحترس جيدا حتى لا يلدقك الأخطبوط إذا لا تسق بحلقك 2- الجبن المتعفن يؤكل في إيطاليا فالمعروف أن الأكل الفاسد يجب أن يلقى بسلة المهملات ولكن في إيطاليا الوضع يختلف حيث يتم أكل الجبن المعفن من خلال اليرقات التي سبب تخمر وتجعل الجبن لينا قبل أن تموت 3- العناكب المقلية تؤكل في كمبوديا إذا كنت في كمبوديا وتبحث عن أكلة سريعة تأكلها بعد الضر فأن العناكب المقلية هي التي يتم ترشيحه عليك في كمبوديا 4- شربة أعشاش الطيور تؤكل في الصين فهذه الشربة أساس أعشاش الطيور ولكنك لا تجد أي غصول بها حيث أنه يتم أخذ اللعاب الذي يتحول بالماء إلى مادة جلاتينية ويتم عمل الشربة به 5- سمكة منتفقة سامة تؤكل في اليابان إن جلد هذه السمكة وأجزاء خاصة منها تحتوي على مادة سامة والتي تسبب الشلل ولذلك لا يقوم بطهيها للطعام إلا المختصين فقط ومن يملكون رقصة بذلك كما أن تناول هذه الوجبة يكون على مسؤوليتك الخاصة إذا حدث أي مضاعفات بعد أكلها 6- سمك القرش المخمر تحت الأرض يأكل في أيسلندا وفي هذا الطبق الياباني يتم تخمير رحم القرش تحت الأرض لمدة ثلاثة أشهر ثم تعليقها لتجفها لمدة عدة أشهر أخرى ثم تقدم للطعام 7- كعكة دم الخنزير تأكل في تايوان حيث يتم أعداد هذه الكعكة من دم الخنزير والأحم الخنزير والأرز المسلوق ويتم قليها وطهيها بالبخار ثم يوضعوا فوقها بعض من أسحوق الفول السوداني والكزبرة 8- دودة القز المقلية تأكل في بيتنام والصين لها يتم هنا استخدام دودة القز لصنع الحرير كالمعتاد ولكنها تستخدم كطعام حيث يتم قليها وتقديمها كوجبة غذائية 9- الزهور المقلية تأكل في تايلاند حيث يتم استخدام بعض أنواع الزهور في تايلاند مثل زهرة الجهنمية لقليها وتناولها أيضا كوجبة غذائية 10- جلد الحوت يأكل في ألاسكا وكندا حيث يتناول مواطنين الأسكيمو جلد ودهن الحوت وقد تجد مكعبات لحم الحوت مخبوزة ومقلية ومعفول الصوية وهي وجبة شهية جدا بالنسبة لهم ادعونا بالاشتراك بالقناة ولا تنسى الضغط على اعجاب ومشاركة للفيديو ترجمة نانسي قنقر